بالمناسبة النادي الاهلي انا كنت بلعب ساعتها في النادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي تعادل مع النادي الاهلي اربعة اربعة في الفين واثنين في الفين واثنين تعادل النادي الاسماعيلي الاستاذ كان مليان تلت اربعة جمهور النادي الاهلي وربع جمهور النادي الاسماعيلي خلاص عمري منسى عمري منسى ان بعد المباراة بعد المباراة على طول والنادي الاهلي تعادل ساعتها مع النادي الاسماعيلي واقترب الدوري من النادي الإسماعيلي والإسماعيلي خد الدوري في الموسم ده عمري منسى أن جمهور الأهلي سقف لكل لعبت الإسماعيلي وسقف لجمهور النادي الإسماعيلي بعد المباراة أو بعد نهاية الدوري لما الإسماعيلي خد الدوري كان كل أهلاوي يشوفني أنا كنت بلعف الإسماعيلي ساعتها يقولي بصراحة أنتوا تستحقوا هو ده الأهلي هو ده هو ده النادي الأهلي هو ده اسلوب النادي الأهلي في الكلام النادي الاهلي ما عندوش مشكلة ان هو يخسر دوري مش قصدي ما عندوش مشكلة ولكن في النهاية اذا ما كنتش استحق ان انا اخد الدوري ما عنديش مشكلة عندي اخطاء بحول احلها وبحول ازبطها عشان الست سبع سنين اللي جايين ولكن حضرتك في نفس الوقت وفي نفس التوقيت اللي بيحصل ده ارجع تاني لألفين واربعة واقولك ان كل الناس كتب تسقف لعبت النادي الاسماعيلي والجمهوري النادي الاسماعيلي كنت بالعب في حرس انا اسف ان انا بقول حاجة تخصيني ولكن انا شفتها بعناية حرس الحدود بيلعب النادي الاهلي في النهاية كاس مصر وحرس الحدود كسب النادي الاهلي كل جمهوري النادي الاهلي وقف سقف لفريق حرس الحدود والكابتن طريق العشري وفي شهود على هذا الكلام سواء في الفين واثنين اربعة اربعة او في كاس مصر في الفين وتمانية او تسعة مع حرس الحدود هو ده جمهوري النادي الاهلي هي دي عقلية جمهور النادي الاهلي ان هو شايف ان الفريق الاخر يستحق ما عنديش مشكلة اكسب وخد الدوري ما عنديش مشكلة خالص انا عندي اتنين واربعين دوري والله يا العظيم تلاتة اتنين واربعين دوري انا خدتهم كنادي اهلي طبعا انا ممكن اروح اعد على الكنبة دي واحط رجل على رجل وافضل قاعد عشر سنين عشر سنين وبعدين اقول لهم اهو دوري ايه اللي حصل فيه حفضل انا اتنين واربعين واللي بعدية لو خد لو خد العشر سنين حيبقى هو تلاتة وعشرين ففرق كبير اوي ولا اتنين وعشرين فرق كبير اوي بقولك هروح اعد على الكنبة واشرب شاي واعمل وهزر واتحك وارجع بعد عشر سنين هتفضل نفس الموضوع وحيفضل الفرق كبير جدا فانا مش فارق معايا القصة الدوري انا فارق معايا ان يحصل العدالة التحكمية